أفادت قناة القاهرة الإخبارية باقتراب الجهود المصرية من التوصل إلى نتائج إيجابية بشأن بدء تنفيذ المرحلة الثانية لصفقة تبادل المحتجزين بقطع غزة وأوضحت القاهرة الإخبارية أنه بعد تعثر في مفاوضة اليوم نجحت مصر في إنهاء أزمة تبادل المحتجزين من الجانبين بعد تعثرها لأسباب فنية كما أضفت القاهرة الإخبارية أنه سيتم استكمال تنفيذ المرحلة الثانية من الصفقة اليوم كما كان مقررا لها كما أفادت القناة ببدء تحرك الصليب الأحمر لاستلام المحتجزين وعددهم 13 إسرائيليا و7 من رعاية الدول الأخرى فضلا عن متابعة مصر الإفراج عن 39 فلسطينيا من السجون الإسرائيلية وكانت حركة حماس قد قررت تأخير إطلاق صراح الدفعة الثانية من المحتجزين مشترطة أن يلتزم الاحتلال الإسرائيلي بسماحي لشاحنات المساعدات بدخول شمال قطاع غزة ضم بنود اتفاق الهدن المتفق عليها